حذر قائد القوات البريطانية السابق في أفغانستان الكولونيل ريتشارد كيمبا من إمكانية تنشيط إيران وحزب الله خلاياهما النائمة في أوروبا رداً على الهجمات الإسرائيلية وأكد كيمبان إيران قد تستخدم شبكتها الواسعة من الخلايا النائمة التي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني للقيام بهاجمات مثل تفجيرات خارج السفارات الإسرائيلية وأشار إلى أن حزب الله يمتلك خلايا نائمة في عدة دول بما في ذلك المملكة المتحدة رغم تصفية قيادته في لبنان ولفت إلى أن هذه الشبكة يتم تمويلها من خلال جمع التبرعات في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى وتقوم بنقل الأموال إلى حزب الله كما أوضح أن هذه الخلايا تم تأسيسها منذ فترة طويلة وقد تفعل في أي لحظة حسب الظروف التي يراها الحزب أو الحرس الثوري مناسبة ورأى كيمب أن وجود هذه الخلايا يشكل ردعاً لأي هجوم غربي على إيران بالإضافة إلى كونها أداة للانتقام وأشارت الصحيفة إلى أن العمليات الإرهابية المرتبطة بإيران قد امتدت سابقاً إلى عمق أوروبا والولايات المتحدة ففي عام 2015 تمكنت الاستخبارات البريطانية MI5 من القبض على خلية لحزب الله كانت تخزن متفجرات بالقرب من لندن وفي العام الماضي تم ضبط شحنة من اليورانيوم في مطار هيثرو يعتقد أنها كانت معادة لمواطنين إيرانيين وقد تكون جزءاً من مؤامرة لإنتاج قنبلة قذرة كما تم القبض على 12 إيرانياً في الولايات المتحدة العام الماضي وأدين مهندس برمجيات من يوجيرسي بالسجن لمدة 12 عاماً لدوره كعميل نائم لحزب الله ونفذت إيران هجمات إرهابية في الغرب شملت اعتقالات لمواطنين إيرانيين في عدة دول أوروبية بسبب مؤامرات باستخدام مواد سامة وفي عام 2021 أدين دبلوماسي إيراني في بلجيكا بالتخطيط لتفجير مؤتمر في باريس حضره نواب بريطانيون وألقي القبض على ثلاثة من المشتبه بهم أثناء تصوير مواقع عسكرية حساسة في جنوب إسرائيل وعثرت الشرطة على عشرات الوثائق بحوزتهم وأفادت صحيفة تايمزوف إسرائيل نقلاً عن ممثل الدعاء بأن المشتبه بهم متهمون بتصوير وجمع معلومات عن قواعد ومرافق الجيش الإسرائيلية بما في ذلك مقر قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب وقاعدة نيفاتيم ورامات ديفيد الجويتين بالإضافة إلى مواقع بطاريات صواريخ القبة الحديدية ولفتت الصحيفة إلى أن قاعدة نيفاتيم استهدفت في كل الهجمات الصاروخية الإيرانية هذا العام كما استهدفت قاعدة رامات ديفيد من قبل جماعة حزب الله اللبنانية كما يتهم المشتبه بهم بتلقي خرائط لمواقع استراتيجية من مشغليهم بما في ذلك قاعدة جولاني التي استهدفت في غارة بطائرة مسيرة في وقت سابق هذا الشهر وأعلن مكتب الادعاء العام في إسرائيل عن اعتقال سبعة إسرائيليين يهود من أصل أذريبيجاني للاشتباه بتورطهم في شبكة تجسس لصالح إيران يزعم أنهم قاموا بتزويد طهران بمعلومات استخباراتية حول المنشآت العسكرية والمسؤولين البارزين على مدار عامين وذكرت صحيفة هارتس أن المتهمين الذين هاجروا من أذريبيجان ويعيشون في حيفا وشمال إسرائيل بينهم جندي هارب وقاصران وقد نفذوا ما بين ستمائة وسبعمائة مهمة لجمع المعلومات تحت إشراف المخابرات الإيرانية وتلقوا مئات الآلاف من الدولارات عبر تحويلات نقدية وعملات رقمية من سياح الروز وأوضحت الشرطة أن الاعتقالات جاءت بسبب مخاوف من أنشطتهم تعرض حياة الناس للخطر خاصة بعد جمعهم معلومات عن مسؤولين إسرائيليين بارزين وبدأت التحقيقات بعد تلقي الجهاز الأمن العام الشباك معلومات عنهم قبل نحو شهرين مما أدى إلى نشاط استخباراتي ثم تدخلت الشرطة وأصبح التحقيق عالنيا وقال المقدم يارون بن يامين من وحدة التحقيق في الجرائم الأمنية نحن في المراحل النهائية من التحقيق هذه واحدة من أخطر القضايا التي تمت مواجهتها وقد نوجه لهم تهمة التعاون مع العدو خلال الحرب وهي جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن مدى الحياة وأضاف السبعة أعتقل منذ التاسع عشر من سبتمبر وشاركوا في ستمائة إلى سبعمائة مهمة لصالح إيران والتي شملت جمع المعلومات عن المنشآت الحساسة والقواعد العسكرية وتحديد أهداف بشرية مما يسهل ضربات الإيرانية المحتملة وأشار إلى أن الشبكة تلقت مدفوعات تصل لمئات الألاف من الشواكل عبر العملات الرقمية المشفرة والنقدة حيث كانت هناك عدة مرات جاء فيها أشخاص من روسيا لتسليم الأموال كما وثر على وثائق تحتوي على تعليمات تنفيذ المهام مثل تصوير المنشآت والبحث والمراقبة مع نقل المعلومات إلى إيران عبر برنامج مشفر ومن المتوقع توجيه لائحة اتهام بحلول الجمعة في انتظار القرار النهائي من النيابة العامة وأوضح المقدم يارون أن القضية بدأت بعد معلومات قدمها الشبك وجرى تحقيق بشكل سري لتجنب تعريض حياة الأشخاص للخطر لكن بعد اكتشاف تتبعهم من أهداف بشرية تم تحويل التحقيق إلى العلن وكشف أن بعض المتهمين كانوا ينفذون ثلاثة إلى أربع مهامين يوميا وأن طبيعة المهام تطورت من البسيطة إلى الأكثر حساسية خلال العامين واعتبر هذا الحادث غير مسبوق في تعقيده واستمراريته مما يعكس القلق حول الوضع الحالي فيما يتعلق بعمليات الاعتقال تم القبض على ثلاثة من المتهمين أثناء تصويرهم في جنوب البلاد مما أشار إلى بدء اعتقال البقية وأشارت المصادر إلى أن الإيرانيين لا يعملون بشكل مباشر مع العملاء داخل إسرائيل بل يستخدمون وسطاء في تركيا وقد جرت اعتقالات أيضا في تركيا وأذريبيجان وأكدت أن المتهمين كانوا واعين بأن المعلومات تنقل إلى إيران واعترفوا في مرحلة ما بأنهم أصبحوا مدمنين على الأموال القاصران أعمارهم 16 و 17 عاما بينما تتراوح أعمار البالغين بين الـ 45 و 50 عاما ولم يخدم أي منهم في الجيش